هذه هو لحظة لحظة الكثير ليس في هذا المعتم فقط وإنما في مآت أخرى لإسماء وازنها لوضعها الاعتبار المتميز في الساحة الثقافية والثنية المغربية. نفسياً لا أمكن أن أجد أي عضر للإعلام العمومية على وجه خصوص بحكم أن فقيدة فاطمة رقراجي قدمت لهذا الإعلام خدمات وخدمات جليلة وأتتت بإسمها نبيل الكثير من ساعات البتلة في الإداءة ولا في التلفزيون ولا في الشاشات السينما. إذن غيابهم الاستؤدري ما هي أسبابه لكنه مهما كانت الأسلام فإنه يظل موضوع عالمة استفاة. ما هي الأسباب التي في رأيك تجعل الصحافة أو الإعلام الوطني لم يأتي لهذا المراسم؟ هو الإعلام الوطني ببعد الكلمة الوطن الحقيقية الانتمع لهذا الوطن وخدمته يممتنى فيكم أنتم بالعشرات والحمد لله. أما بالنسبة للإعلام العموم الذي يموني فهذا الأمر أنا لن أجد له عذراً أقولها بكل وضوح. وعليه هو أن يقول لماذا يغيب عن مكيان المراسمات التي يتساعد فيها المواطنين جميعاً. كيف يمكن أن تمتلي عشرات مواقع التوصل الاجتماعي بتغطية مكتفة لهذا الحدث في حين أن القطب العمومي على وجه الخصوص غائب عن هذا الحدث؟ هذا مهما كانت العذار فإنني سأقول حكماً مسبقاً وأن العذار ستكون أكبر من السنة. لا تنسوا اشتابعونا في قناة اليوتيوب جنار وفعلوا خاصية الجرس لكي يوصلكم كل جديدة. ترشم الفيديو وبرتجو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.